موسيقى برحبا حضرتكم مرة تانية معنا في صباح النور ونبدأ معاكم فقرتنا الروحية باكرا يا رب تسمعوا صوت هنبدأها من سفر المزامير ودايما كل ما بنتأمل في مزمور بقول أجمل أصفار الكتاب المقدس اللي بيلمس كل المشاعر الإنسانية وقت الحزن ووقت الفرح ووقت الغضب ووقت الاحتياج ووقت التوبة ووقت السقوط كل لحظة بتعدي علينا بكل ما تحمله من المشاعر الإنسانية بيلاقي سفر المزامير بيتكلم عنها لكن بداية سفر المزامير والمزمور الأول والحية اللي مجرد ما تقراه كده يوديك لقصة الإبن الضال يوريك إزاي الصحبة الوحشة وأصدقاء السوق اللي ممكن بسهولة جدا يقنعوك بالغلط وبالشر ممكن ياخدوك من حضن أبوك ومن بيتك ومن الراحة ومن العز ومن كل حاجة حلوة أنت عايش فيها لطريق الهلاك وبيسحبوك من غير ما أنت تحس بكل يعني وبكامل إرادتك أنت بتسيب الخير والنعمة وتمشي للشر طريق الموت وطريق الحياة طريق الراحة وطريق الهلاك اكتاب المقدس بيحط قدامنا الطريقين وبمنتهى الحرية اللي ربنا بيدهيلك بيقولك أنت اختار لكن بيوريك هنا المجزاة هتكون إيه والمجزاة هنا بتكون إيه تعالوا مع بعض النهاردة وبعض الآيات من المزمور الأول من سفر المزامير هنتأمل فيها واسبحوا يا رحب الضيف اللي بيشرفني نهاردة مهندس سامح رقفة الخانم بكنيسة الشهيد أبو سافين بالمهندسين أهلا بك نورنا بشوانس نورنا بشوانس بوجودك ووجود المشاهدين الجمال بتوان شكرا نشوف معاكم دلوقتي أيتين أول أيتين في المزامير في المزمور الأول ومعظم نحافظ المزمور الجميل ده نسمع أول أيتين ونتأمل فيهم دلوقتي طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاط لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس لكن في نموس الرب مصرته وفي نموسه يلهج نهارا وليلا تقريبا اللي فينا بيصلي من الأجبية كل يوم بيردد الكلمات دي في المزمور الأول في صلاة باكر اللي فينا كتير من الأطفال بنحفظهم المزمور الأول لأنه بيبقى سهل له بأول مزمور وكتير جدا بنحفظ الآيات اللي في المزمور الجميل ده لكن مش كتير بنقعد كده ونتفحص كده في كل الكلمة وفي كل آية واخدها على نفسي وتكلم بيها مع ربنا تعالوا أن نتأمل أكتر ونعرف أكتر لكن باش منصف البداية لو تدينا فكرة عن المزمور الأول هو أستاذ زي ما حقق قلت وأستاذ هي بقالت المزمور ده يمكن الأباء يقولوا اللي يقرأوا ويحفظوا ويفهم معني يفهم معني كل المزامير تقريبا السفر كله يعني لأنه بيوضح كده بيدي للإنسان كده فكرة ربنا عايز منه إيه في الحياة يعني مجمل اللي عايزها تقوله المزمير كلها موجود في المزمور ده مش مكتوب في أوله مين اللي قاله بس فيه ناس بترجح أن داود النبي يمكن يكون هو اللي قاله لما كان متضايق من شاول الملك لما راح للعرافة وكان عايز يستحضر روح سمويل النبي وربنا بعد فعلا سمويل النبي يقوله إيه اللي انت بتعمله ده وعشان كده بيتكلم عن مشهورة النفقين وعلى طريق الخطاية وكده فيه ناس بتقول أنه هو سليمان الحكيم بعد ما كتب سفر الجامعة وكتب باطل وبطيل الكل باطل وقبض الريح اتكلم برضو إزاي الإنسان لازم يسلك في الحياة لأنه هو ميشي كده شوية وميشي كده شوية وكلم برضو على الصحبة والنساء اللي أملنا قلبه وراء لها أخرى فمش عارفين مين اللي كتب قوي بس الواضح جدا أن المزمور ده هو فعلا يعني ممكن أقول كده بيعد حالطريقة لأي إنسان مسيحي أوي إنسان بار يجب أن يسلكها في الحياة يعني يعني فيه بقى تأمورات كتير أوي فيه ناس يقول أنه هو متكون من ستة آيات تدول على ستة أيام الخليقة وبيكلم الإنسان أو الرجل الرجل ده يرمز للإنسان لكن الرجل ده مش ليس مقصود برجالة بس يعني الزبط زكوري ممكن طفل ممكن سيدة يعني الإنسان الرجل دي في الترجمات كتيرة يعني كأنه بيخاطب الإنسان وعشان كده ستة أيام يعني كأنه ربنا بيقول الإنسان يسلك إزاي في الحياة وفيه ناس بتدي له بعض مسياني إن هذا الإنسان هو المسيح اللي لم يجلس في مشهورة المفكين وفي الخطال مياقف وفي الآخر كان فينا موسى رب يرادات وده شوفنا مثلا في التجربة على الجبل لما كان بيحارب إبليس بالمكتوب وبكلام ربنا فممكن كده بيبتدي بأول يمكن حرف في اللغة العبرية وبينتهي بآخر حرف في اللغة العبرية التأمرات كتير قوي قالوها يعني الأباء عليه وهو يعني بيني ومنكم بيوري ثلاث حاجات في الحياة بيوري إن الحياة المسيحية تبتدي بواحد كره الخطية باثنين محبة المسيح ثلاثة العمق في الوصية أو السلوك في الوصية الحياة قبل ما نتكلم عن التطويب اللي بدأ به المزمور أو الآيات دي عن حياة الشر وحياة الخير اللي ربنا ادىها للإنسان أنا عايزة أبدأ بفكرة الحرية تلف عليها بعض الناس ربنا خلق الإنسان مصير ولا مخير طبعا أنت يا رب عارف كل حاجة فمنين أنت مديني الحرية وإنت مسبقا عارف أن أنا هغلط وعارف أن أنا هقع وعارف أن أنا الشر قدامي لكن في نفس وقت أنت مديني الحرية أعمل ده ولا أعمل ده لو تكلمنا عن الحرية والإرادة اللي ربنا ادىها للإنسان حالوة زي ما حكو قلت في ناس تفتكر إن إنسان مصير مش مخير بس هو ابتدى في الأول يقوله قدامك طريقين يعني وضعت أمامك زي ما حكو قلت الحياة والموت البركة واللعنة في اختار الحياة لك أي تحي ربنا بي يعني وقف كده بيوشو شودني قدامك الحياة حلوة يعني الحياة مع عياة حلوة بنوّر لي لكن مش بيكبرني لكن ما أكبرنيش في ناس تقول يعني ربنا كان لازم يحط شجرة معرفة الخير والشر دي في الجنة ما كان يسيب الإنسان حر وكان يعمل عايش حياة فري وبالحكس ده له له هذه الشجرة اللي الإنسان من خلالها يختار يبقى مع ربنا أو يبقى مع فكره أو مع رأي الشطار خرباته ما كانش يبقى في حرية يعني هي توضعت لكي يثبت الله للإنسان أو يخلي ربنا الإنسان يعيش في حرية حقيقية والدليل الإنسان فعلا يختار يسمع كلام الشطان ساعتها يبقى عن وصية وجي المسيح في العهد الجديد قال ليس بالخبز واحد وحياة الإنسان بل بكل كلمة يعني أنت ممكن تروح لكلمة يقولوا كده أني الوصية هي ضمان الحرية أو يعني ليه برضو الوصية ضمان الحرية أو ليه لما أسمع كلمة ربنا عايش حر لأن أنا ما بعمل خطية بصير عبد للخطية فلما الوصية بتيجي بتنول لي أنا ممسوك منين أنا عبد للشيطان إزاي فأتحرر من هذه القيود اللي أنا عرفتها من خلال الوصية فبالحقيقة أصير تأثيرونها أحرارا يبقى أنا لما ببقى مع ربنا أنا فعلا كده حر لكن مع الشيطان هو بيقيادني بعادة بيقيادني بشهوة بيقيادني بخطية بيقيادني يبقى أنا لازم أمشي مع ربنا لشان أعرف فعلا أعيش حرية مجد أولاد الله فيبقى هو ربنا فعلا كده خلقني حر لأنه هو أصلا حر وأنا مخلوق على صورة الله ومثاله فهي دي الحرية لو ربنا عارف أنا هعمل إيه مسبقا أو شايفني وشايف نوايا وخبايا قلبي لكن بينور لي عشان يحذرني يقول كده كأن الواحد قاعد في الدور التاسع مثلا وشايف إن فيه واحد ماشي بسرعة في الشارع وشايف فيه عربية جاية بسرعة فبينبهه يقول له خلي بالك في عربية من بعيد جاية عليك أنت ممكن تعدي بسرعة ممكن توقف ممكن تستنى هو ربنا حذرك من فوق لكن أنت برضو كملت في الطريق هو ربنا شايف من عربية تيجي ممكن واتغبطك ودلك تحذير واثنين وثلاثة ربنا بيخبط على البيع بمرة واثنين وثلاثة والأكرة عندي من جوة أنا أفتح أو مفتحش لكن هو عمره ما يستعمرني كان أمبا موسى يقول كده عمره عمره يخش عمره نشيد الأنشاد العريس قاعد على الباب يخبط كان ممكن تما بيخش والأباب مغلقة يعني ممكن ربنا يقتحم حياتي وإحنا نقول له يا رب اقتحمها ده أنا نفسي تقتحمها لكن دايما ممكن أفكاري شاهواتي تغلبني والأسف أبعد شوي حرية الإرادة لكن هنا بيقول توبة للرجل لازل ما يسلك في مشورة الأشرار يعني يا بخت الإنسان اللي ما يمشيش في سكة الأشرار لكن الإنسان اللي مش هيسلك في طريق الأشرار ده أكيد هو عارف يميز إن هذا شر وإن ده طريق الأشرار ينفعش أمشي فيه إن الطريق ده مكسر أو لو أنا في المطرة دلوقتي الطريق ده وحل ما ينفعش أمشي فيه لكن أوقات الواحد عن عدم فهم عن عدم تمييز بيمشي إزاي الإنسان يميز طريق الله من طريق الأشرار حلو هو فيه يعني هو حتى بعد كده بيتكلم عن النموس ربنا في آيات بعد كده شوية فيه ناس بيقولوا إن النموس ده هو ضمير الإنسان وفيه ناس تقول إن ده صوت ربنا وفيه ناس تقول إن ده كلمة ربنا فربنا زي ما أستاذي بقيت لا يترك نفسه بلا شاهد هو برضو بينولك النموس الطبيعي للإنسان الضمير صوت الضمير فيه ناس حواليك يرشدوك فيه إنسان ممكن يقع زي ما حقا قلته يبقى عارف يبقى مش عارف إن له غلط بس بيقع مرة واثنين وثلاثة لكن بقى يبقى زي المزمور يسكن بقى للشر أو يجلس في مجلس المستهزئين بقى يبقى ساعتها خلاص هو قرر إنه يعيش في هذا الشر يعني أنا ممكن أقع مرة من غير قصد ممكن مرة بغير معرفة زي ما نقول في صلوات الأجبية لكن أفضل بقى قاعد زي بالظبط أبقى أبقى عطرافي يقول لي أنت داخل الكنيسة جت شوية مية مش كويسة في الشارع ممكن مبقى شوية خد بالي من المية المش كويسة فجت على البنطلون بتاعي ووسختني فأنا أعمل إي أنا؟ أنا أفضل البنطلون وأخش تاني مرة أحترس إن المكان ده بيجمع مية وحشة يعني فحتى لو جت على البنطلون برضو أن أفضل فيه واحد بقى يروح رايح يقول هي مية وحشة يروح رمي نفسه في المية ويقعد يترتش على نفسه ده مبقى إنسان مظبوط أو إنسان طبيعي ده استكان لحالة الخطية ده ده حب الشر ده فيه فرق من الشرير والخاطي الشرير ده لو يحب الخطية ويحب يسكن ليها ويعيش فيها ويأذي الناس بيها لكن الخاطي ده بوليس الرسول قال اللذين أقول لهم أنا مش معنى أني أخطيت أني حابة بالخطية جدا أو أني مش مميز للخطية لا ممكن أقع في ده لأجل ضعف البشر لأجل أي حاجة أنا مش واخد بالي منها فأقع في الخطية المهم عدم الاستمرارية وعشان كده الدني ثلاث مراحل في المزمور عشان كده بيقول الشرير وإحنا بيقول نجنا من الشرير الشرير اللي بيحب الشر وزي ما حدك قلت هي إبليس رمز الإبليس بيأذي غيره بالشر طيب المشورة الخطى أو مشورة الأشرار وفي طريق الخطى لم يقف فيه فرق نقدر نقول بين الاتنين وبين أني أنا بمشي في السكة دي وبين أني أقف هل ده معناها أن أنا مستحلي اللي أنا فيه زي ما حدرتك سبتقول دي هو المزمور يعني يوضح ثلاث مراحل من الشر أو الخطية أول حاجة اللي هي اللي بيسلك في مشورة الأشرار مشورة الأشرار دي فكر شرير ممكن يكون فكر بتاعي ممكن يكون فكر ناس حوالي ممكن يكون فكر إبليس مجرد تعاملي معاك زي العصفورة اللي جاي عايزة تعشش فوق دماغي وأنا هشتها أو جات قعدت مرة وأنا رحت بمشيها فأنا كده لسه في أول مرحلة المشورة والأفكار المرحلة الثانية إن أنا أقف في طريق الخطى يعني بتريد بقى زي الإبن الضال لأنا أروح بجد لأبويا وأقول له أنا مش عايز أعد معك أنا عايز مراسي أنا قررت أني أمشي شوية بتعامل مع الخطية لا ده قرر أنه يتعامل معاه المرحلة الثالثة بقى لما الإبن ظل سافر وسكن لحالة الخطية واستكن فيها لهو بقى يجلس يجلس المستهزئين لهو وقع في بركة المية قاعد يقول هي مية مية دي أوحش حاجة بقى يبتدي فعلا ساعتها صورة الإنسان تتحول للصورة الشريرة لأنه بقى يعني خطيئة خطيئة جدا فبقى ملوص بالخطيئة وبقى الحالة صعبة أنه يرجع تاني للطريق الصح بس طبعا نعمة ربنا ومرحم ربنا والأشياء اللي ربنا يحطها في حالة الإنسان ممكن ترجع طبعا للطريق ما فيش حد كبير على التوبية الحقيقة أنا مقدرش ألوم إنسان إن هو وقف في طريق الشر أو قاعد فيها مستهزئين أو 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 لأن كلنا الخطيئة دي ممكن جزء متصل بالإنسان لحد ما يموت الإنسان بيجاهد ضد الخطيئة لكن إزاي زي ما قال الإبن الضال أقوم الآن إزاي أخد خطوة أبعد فيها عن الطريق اللي أنا ماشي فيه أو عن الأعدة اللي أنا أعيدها أو عن طريق الشر اللي أنا عمال بشتغل فيه محتاجة طبعا قوة إرادة محتاجة يعني دي حاجة إنسانية الإنسان بي عنده إرادة أنه هو ساعتها يقف يعني في حاجة كتير أو ممكن تقوي إرادتي يعني ممكن نتكلم عليها وفيه برضو حاجة تانية مهمة جدا هي دور النعمة الإلهية برضو يعني أنا أنا أعتقد أنه هو افتكر مكانته في بيت أبوه افتكر العز اللي كان أبوه بيده افتكر محبة أبوه ليه شاف الحاجة الوحشة اللي هو فيها ففكر بعقله بقلبه ليه أسكت على الحاجة الوحشة اللي أنا فيها دي ولازم لازم أقوم دلوقتي يمكن أنه ما كانش فيه حد حواليه بيساعده بس أنا ممكن ألاقي خدام حوالي يساعدوني ممكن ألاقي أبع طرافي ممكن ألاقي صلوات بتترفع من أجلي ممكن ألاقي أداسي يسندني ممكن ألاقي خدمة يعني كتير أول خدمة كلنا خطوة زي ما بولوا سأل الذين أقول لهم أنا لكن ساعة واحد يقول معقول أنا واحد زي بعمل حاجات وحشة وانزل أخدم لا 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 يعني الخدمة دي مش للناس اللي زي بسدقني الخدمة هي بساعتها تبقى تدافع لأجلكم أقدس أنا ذاتي يعني ساعتها الخدمة بقى تدافع علي أن أنا أرجع أخدم الأرادة مهمة جدا وعشان تقول الأرادة في كذا حاجة ممكن تعملها برد واحد تقول يا رب أعن عدم إيماني أتريد أن تبرع المسيح كان قال له كده فين أردتك قال له أريد بس مش قادر فأنت أعن ضعفي أعن عدم إيماني والديني الأول رقم اثنين بولس قال مثلا قد آيسنا من الحياة وتمنينا الموت في أنفسنا وبعدين من ينقذني من موت مثل هذا وبعدين في الآخر قال أشكر ربنا يا سواء المسيح إله أن المسيح قواه ورجعه على طريق الصح مش غلط أن أنت ساعات تتعب وتيقس بس مهمة عطول تروح باصص على المسيح وتقول له رب إلحقني ده أنا بغرق بطرس لما فضل يبص حوالي كان هينزف المهمة لما بص المسيح تاني أو أمه ومشاه أكيد الإنسان طول ما هو بصص على ربنا وبيطلب منه المعامونة والقوة ربنا أكيد هيتدهير ومشي فخل عليه أبدا وعلى أولاده سعيدنا جدا بجوت حضرتك ونورتنا مهندس سامح رقفة الخادم بكنيس الشهيد العظيم أبو سيفين بن مهندسين وصباح الخير عليك مرة صباح الخير صباح الخير ومتبسط هنا معاكم ربنا ناديكم ناورتنا 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 لسه معاكم هنخرج لفاصل ونرجع مع معادنا الأسبوعي مع دكتورة شيري أنسي نجيب ونتكلم أكتر عن الرجيم وأمور أخرى بعد الفاصل اشتركوا في القناة